اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امر عمر عاش اقل من المياهين شوي ميلاد وفاته تعرفها بخالد توفى في تاريخ 1399 ايه وكان يحفظ القرآن ويحفظ القصيد يعرف القصيد ومعلمني ومدربني في المجلس اخذت الكتاب اقرأ فيه يرد علي لعدلك ولحقت عليه انا سجلته بصوته كنا في عام 1384 85 ساكنين في الرياض في حوطة خالد في بيطين كبير وكان يجلسه وما يطلع عنده مجلسه محطوح يجلس يجلس لجد الضحاء لقام الصبح وتقاه هو اللي عليه بالخير راح على رجليه سوء قزل يعرف الشيبان اللي هناك يقعده وياهم يقعده وياهم ولجد راجع الظهر صدقه وفيها كالسن يعني يرجع على رأسه بحزمة علف عندنا غنم يا الله في البيت اي وبعدين هوا نحطه بقرة فيها حليب الله يجيب حريص على الحليب اي يحب الحليب اي دايما الشايب يحب الكبير يحب بعدين صار يحب المعزة المعزة حليبها أخف دسام شوي الله الله كنت دايما عنده وقد عنده ويسولف علي سجلت من السالفة هنا وسجلت على مسجل الرئي الكبير يا السلام نزرع منك محظو اي السالفت عليه هكا عينينا صغير ودور الشهيدي ضحس ودوهو لا يقول لي اترك عنك اللي ضحس خلنا علمك بالعلوم اللي قلت طيب شافه والله وعلمني بقصة الدحل هذي اي قصة الدحل عجيبة وش مختصرها اسهلة يقول هو الله يرحمه ايام ما كان في سدير يومنا في سدير يومنا عاش بابه على سنعه بنيته زينه وجسمه ما شاء الله ونشيط وشجاع وشجاع ووالا يهاب ويدل ويعرف ولك خبرة ونعم الكلام الكلام اللي هو تكلم عنه الفترة اللي كان يحسي فيها القصة ذي في حدود عام 1346 47 هجري الله جمال ستة واربعين سبعة واربعين توحر بسبله منتهية ايه نعم ايه الله الله يقولوا لاني رايح نغرب رايح نقبلها بسنتين حول ايه في حدود 45 وكذا الله رايح حضروا منه من سدير على الحسا ومن الحسا على الكويت ومن الكويت حضروا على الزبير والبصرة ناط يترزق الله يبيع ويشتري مرة يبيع في الزل مرة يبيع في الارزاق مرة تسبب الله ولا منه حصل خير وهذا صار عنده حلال وعنده خير جال سدير وقعاد عنده هدف في البيت سنة سنة ونص وله دكانم في رولكس دير يلا يلا كان باسمه عرفه أنا إلى الحين اي طيب أبو خالد نطلع فاصل ونرجع نكمل شالفاتنا نسم أشلم يا أبو خالد فقولك كان يتبضع ويجي يقعد بس دير يبيعها بضاعت هذا اللي هو جاب تروح أغلب هدين عنده فلان وفلان 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 وفقر ما عندهم شي يبنيلهم نعم لكن يترزق الله وش يسوي قعده هذا الوقت اللي هم كانوا عاشين فيه الله الله لكن مستانسين بخير يعدون أنفسهم منهم وين يعني زل لكن أنت قلت عرف تكيانه محل اللي هو يبسط فيه موجود إلى الآن في بروتس دير الله تكينات غربي غير بي الحزم الحزم من الوسط الدينة الله هو لوسط منهم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أنا دور اللي ضحت ويهاؤسني يقول اركد اركد خلق رده المهم أنه يعلمني بالسالفة يقول أني يوم رحت هكا الروحة قم تبيع وشري كان وقتها في الزبير ما بين الزبير والبصرة وتردد على هذا فيقول أني يشتري بضاعة يشتري سكر يشتري هيل يشتري شاهي فيقومون كان وقتها استعمار بريطاني لا يزال في العراق ذلك الحين فهو يحاول يهرب البضاعة هذه ما تمر على الجمرق هو ناس نواجد يشتري نشتري صندوق الشاهي مثلا من البصرة رخيص الله ونخلي العيال يودونها على سياكل ولا على رجليهم ويودونها يدخلونها الزبير ولوصل حدنا خذنا وطلعنا يعني نبيع الله يتكسبون فيه شيء ما يذكر الله حافظ لكن يقول أني عقو ما تميت حول السنتين طلعت طلعت انجيدة طلعت يقول طلعت مع أي جمالين محمل حيل وقهوا وخير جمال حسا حسا وحمل بعد خذ زيادة حسن خذ شراح من الحسن حسن عن طريق البحرين للحسن وقال يقول لنا يقول لنا بسدير يقول لنا بسدير مهم أني معي بضاعة أن أبت رعبها لنجد الله يقول لا تكفي معي ذلول وحده هو الذلول الذي معي الثانية هذا الذي معي لكن استأجر واحد اسمه سعد بن مطلق هذا مثل ما تقول راعد دينا هذا معه جمالين استاجره من الحسن يعني شارع أربع فلان بن مطلق الدوسري يقول استأجرت ركايبه حملت عليه فضاع وجيت نوياه طالعي للنجد يوصل معي بالأجرة الفلانية لأن أصر سعده معه سعده هم الاثنين يقول طلعت من الحسن يعرف عاد هو الله يرحم عاد عليه الدروب بس نسيت لكن الطريق الرئيسي اللي يمشون معه مثلا ما تقول الهايوية الهين الطريق اللي راح معه اللي يجو معه مع وسط السمان الطريق يوم ناظرت في الخارطة أنا قعدت تسمع الشريط اللي هم سجله الرئيل وطلعت في الخارطة على الطبيعة تركب ولك كلام صحيح يقول جينا مع طريق الكنهري هذا طريق الكنهري طريق بري لكن يجو معه لأهل الركائب اللي يختصرون الدرب هذا يمر على الصمان اي يمر على الصمان وآمن لهم فيه أمان اي نعم وزود على الأمان فيه موارد اي فيه موارد 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 ماء اي نعم اي هم يقول هذه 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 لب القصيدة اللي يعني لب الموضوع اللي انا هارد من اجله اي طيب اش رأيك قبل ندخل في لب الموضوع اعلمك بعد تشوف ذال اللي انا حطوط على الطاول هذي والشي اي والله اشوف اي والديني اتعلمني فيه هذي الله أسلمك عدته اللي وسافر بها مع مع الشنطة صغيرة الله يغفر لعقوم ما توفى انا خابر هن مع هن شفت في الشنطة بس ما يقول هن دائم هما لفت الشنطة ما خلي اشوف بوش فيها انا اتعليق الوج عنده وانا صغير يبها شو عطني اذا مرة انجازت لذال مبرات الستسين مبرات هذي من عدة هذي مع بوكشه يعني زي الخرقة زي حيوك تنحي هكا وفيها مخابي يحط السعف فيها هذي ويحط هذي هذي الستسين ذي شفت هذي مبرات ذي وهذا منقاش هما في البر يتعرض للشوك مع الحطب تعرض ينقط بالمنقاش يلقط به هذي الأغراض وهذا بعد منقاش للرجلين للشوك اللي يعلق في الرجلين حافين هم يمشون والقويط يذي الحق يعني 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 يحط فيه غرض ها شفت هذي قاعدته وهذا غطاه حط به شيئا بسيط يحط فيها منوّل عليه ألوان زرق أنا خابر الظاهر أنه سنة يجي من الهند ذات سنة يجي العلبة سنة تجي من الهند وحيت هي مطبور وهذه وشي هذه بوصلة بوصلة أهلا وقت هذي كالأيام بوصلة كانت موجودة لبوصلة هذه بوصلة يقول لجعج ولجع هذا وتاه طلعت يسمونها الديرة 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 يقول لأضعت طلعت الديرة وعرفت الشمال منه في الليل يعني إلا ضاع ولوافق عجاج طلعت الله ضابط الروح هي بوصل وهذه الديرة وهذه وشي إحج وش ذالي في ذا العلبة ما دري كنت مصحف إحج صرح يا ربي يا الله كنت مصحف لا صغير الزاودي لا هذا طلع أمرك ساعته هذي ساعة راس كوب الساعة ساعته مع هذي ساعة الياب اللي حطاه هذي شوف تاريخ تدري كم تاريخ هذي لا شوفه 1904 ميلادي أه 1904 هذي راس كوب طيب كم لها هالحين لا فوق حول المية فوق المية لا فوق المية فوق المية هذي هذي ١٨١١٨ أه يعني لها تقريباً ١١١ سنة أه هذي آه ومنها كالوبت ومعها ساعة هذي ساعته اي الله الله شوف صندوق هذي هذي عبت اللي جات فيها من ديرة هذي كتابة مادري وش تلك الكتاب مكما 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 سنعتها واش توقع سنعتها إنكلزية أكيد منها الاصليات الصحيحة اي لو لنها ما بس ينز الطاحة دحل أبو حرملة حتى يوم اني كشت مع ربع فيها كالفايت وقلت بلا فتش في الجوال شوف وين دحل أبو حرملة قال هذا هو عنا هنا حوالي ستكيله وقفت عليه وشفته تذكرت جدي تذكرت كلامه اللي هو يقول بالمهم قال لها سعد بمطرق يا أبو عاليش فت دحل هذا هو الدحل هذا عنا شمال يقول له الله الله قال ياب الحلا وشنا بيبد دحل زد دامنا قلبان موارد عليها عليها محال وعليها أرشي قال أنا طالب هذا فيه من رهجان رهجان يعني الصافي الحلو من رهجان الخلو خلنا نعبي قربنا منه وانا أنا بدحله يقول له قال أنا طالب كنت تساعدني بدحله أنا اللي بعبي قربنا منه ما أنا ما معنا ما قال طيب هذا مسيّان الكلام له يقولوا ونخلي بعاريننا الأربع وهو مع السنتين وهو مع السنتين جمالهم مليانات محمله 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 مربطه ومتكزه وليها الحمولة جاء تمشي وليها تقول سيدا محمله 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 ونخليها مثل ما تقول على الخط العام محمله 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 يقولوا نروح نوياه للدحل قريب الدحل عندنا الله يقول لهذا مدخال الدحل عليه الشجر محمله يقولوا وقوم أنا وأعطيه الزربة القرب سنتين أعطيه نياه وربط في بطن هرشاء حبل حبل طويل ياردون به الموارد الطوال القلبان يعبون به الماء يقولوا وخرت القلص من هالقلص اللي هو يعبوه فيه الماء يقولوا ربطت الحبل في بطنه وراح يحبيه مع هالقرب سنتين يسحباً يدحل 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 حطها على ظهره يقولوا يقولوا من دخال الدحل أملس من كثير اللي يجونه طولها سنين هالعمر ياردون وترى سبحان الله يقبل أن ينعرف محلات الماء حين لا أضعتها وانتعضت لأنه يركب الناقة تدل الماء وينه فيه سبحان الله يقول يمشي يمشي يقولوا أنا حين ماس كل هذه الحبل يمشي 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 يدحل يقع من الحبل يوم دراتم انطلق مني الحبل يقول انطلق مني الحبل عرفت أنه طاح لأنه ليس شوية حبي على بطنه يطب في زلتة مثل زليب فيها ماء بس أنا ما يبغى ويطب يقول لنا أوحي الحبي اليوم أنطلق من يدي وطاح عرفت أنه طاع يقول لنا دالي ناديه يا مطلق يا مطلق يا مطلق يا أبو سعد نسي مطلق هو مطلق يا سعد يا سعد يا سعد ولا ما يرد علي يقول لا يدنا الله فيها الليل وقت حول المغرب تضغابة الشمس الليلة وناديها نادي ما يرد يقول اليوم ضيق صدري البل نعطه على الخط العام أخاف يجيها قطة عطرق ولا شيء هالكلام في حدود 1346 47 سداء الله المستهام يقول ضيق صدري ولما كان هذا خطر ذياب ومذياب وحوش يقول والله العظيم اني قاعد نطول الليل متكن على الناقات سذا والبندق معي والخنجر معي الستسين يقول خاف يجيني هامة ولا وحش معي اللام يقول قاعد الليل الصبح يقول يوم يصبحنا وجيب الركائب أنا الظهر وقوم وجيبهم وتجزيهم وحطهم عند الدحل وخليهم في محل طام ما يشوف انه اللي جايم مع الخط العام يوزيهم أي ودالي كل ما وفه شوي وزف عند باب الدحل جدي تسمعه وناديه يا ساعد يا ساعد يقول هناك تالي آخر اللي أنا مقام آه آه يقول عرفت انه طايح وانه منكسر ولا في الشي تألم الله الله تألم أبو خالد القصة مشلقة صراحة لكن ودنا نطلع فاصل ونرجع نكمل طيب السلم يقول أصبحت أنا وقعدت يقول يوم جايم الصبح يقول واجي أنا واخذ معي البساط وادخل عليه ايه خلت الركاب يقول حين أنا في نهار وامن يعني وسامعه وين يعني حي يقول وادخل عليه معي بساط من دليل يلف فيه الفراش بساط صغير يقول معي تمرة ومعين تمرة يقول وحول عليه ولقاه وله منكسر ومنهض العين وله متعور وحول عليه وأنا أسحب وأسحب وأسحب وأفخر عن المعلى الجال والله أني أتوحى صوت الحنشان والما أسمعه جمي يقولوا قوم وعبي القرب أنا ايه أول شيء خدت الأغذائرة معي وحطيت فيها ماء ومرست للتامرة وسقيت هياه هذا ليش يسوي أغذاء له ما كان شيء خلها مرسة للتامرة وشربها يقولوا عبيت القرب وخلت عنده بعدين طلعت يقولوا طلعت ورحت حول الركائب وقعد لعل الله يجي أحد يعاوني يساعدني لأنه ما يقدر يسوي كل شيء لا يقدر يقعد ليلتين عنده وفق منه لا يروح يقول عندي يقول عندي يوم جاء ليلتين أمرح ذلك الليلة ومن بكرة نهار ثالث الصبح يقول الصبح يوم تعليت على نزاوة نزاوة يكشف الدرب يقول هكا الركائب روس يقول يقول وفرح لك الفرحة يوم وقفت لهم ونظرتهم إلى جماعة أعرفهم عبد الرحمن الخلف من هذا الزلفي واحد اسمه صالح الحميدي أثنين يقول لهم أولاد أبن خلف والحميدي يقول شايفهم أنا قبل أسبوع في الحسن تلاقي أننا وياهم يعرفون بعض يعرفون يقول سلموا علي ما شاء الله أبو علي متاك طلعت قبلنا من الحسن؟ قال أني طلعت وكذا 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 متاك جاين؟ ما جيت إلا البارح يقول بس أني عبيت القرب ما قال أني الرجال معي ولا ذال طايع بس أني عبيت القرب من دحل ابو حرملة ودعا يتعاونوني عليهم ونطلعهم رجال ماسك الروحة ماسك الروحة يقول ويجعون الله أجزاءهم وقلت لهم أنا أدخل أعطوني الرجال لي معكم ودخل يقول أدخلوا وقوموا مع ربط واربطوا زربة واحدة منهم وقلت أسحبوا أنا أشر لهم بالحبل يقول يسحبون زربة وطلعون يمطلعون الثانية يمطلعون الثالثة ولا الرجال ولا ماهدف في البساط وماذا إبو علي؟ قال هذا خوي جتنا ويام من يومين وعيّ علي إلا ندحل دحل ابو حرملة وطاح بالدحل وتعوّر لا أستطيع أن أتعدى قال يظل وجهك الخوي على خويه لازم قال أجل أخليه لابداً يقول أقوم وأطلع على القرب ويطلع ويعاونوني ونحط له محل بين الركايب الرجال يقول أحط لهم سينا بين الركايب ونجيك نهز نهز ونصلنا إلى سدير يقول لما وصلت سدير يقد عندي حول الشهرين أله الله سعد العالجة وعالجة وضيفة أهلين يجبر كسرة عندها كسر في الظروع أثنين يقول يجبر كسرة ويضع لها الظيفة وحاسبة يوم جمعة يقول يوم صلينا الجمعة هنا وياه في الجامعة الديرة ونظر هناك درجة أمام دخل الباب الشمالي فوقه منارة هناك حزمة مسجد الديرة الله الله يقول هناك درجة من المدخاذ تلزي على السطح والسطح مغطة كامل يقول أنا مسكنيدة هنا يتغذي يمشي اليوم يقول يوم أطلق يجيب يرقى الدرجة قال أبيض على وجهك تدام الناس الجمعة طالعين من صرعة الجمعة قال أبيض على وجهك قال لا الله يغفر له يرحم من ثاني حيون ثاني يبيض على وجهه جدي يعني 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 يعلم فعله الطيبة يعلم الناس وش يسوي بالبياض يطلع على الملأحة العالم اللي قاعدين يقول يا المسلمين الحاضري علم الغايب النفلان سوى معي تذى من الجميل وتذى 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 وإنه يستاهل البيضاء عندهم يقولون كلهم بيض الله وجه يستاهل أي والذي يسوي العمل يقول سوى الله وجه يبعدهم عنه فيقول يستاهل ترى يذكرت سالف تن ثانية صغيرة أعلمك بها بطيها طرفة مرة واحدة يمشي في سوق مثل تذى ولا فيه واحد من هناك يقول بيض الله وجه فلان يقول سوى الله وجه فلان قال وش ليل قال كل ين يمدح ما واجه هذا مواجه طيب وذا مواجه عمل الردي الله يعطيك العافية بالخايا قال لعجة الدلالة يا أبو مطرق يا سعد يا أبو مطرق قال أنا أعملي هذا كله الوجه الله تستاهل الخير وهذه أجرة كلي أنا أتفقت أنا وياك عليها وهذا فوق بعد بعدي نعم يقول يوم رأى بغير روح وحمله أزهيب هوه وهيل وغراض يعني إدعياله وكذا يقول وقعد يمكن عقبها ثلاثة سنين ما شفته وواجه في الحسن مرت ثانية روحت ثانية ويقول وواجه يلا حيا يلا حيا تعارف الله أعطيك العافية والله امتعتنا بها القصة يا أبو خالد ونشتنا وفدتنا طيب شفت الغريضات هذه من العدة اللي ورأتنا تل الله يرحم وهي الساعة وهذه العلبة اللي يحط فيها المرة ويحط فيها الشيء اللي يحتاج له وهذه البوصلة اللي يدلبها وهذه المبراتة الستسينة الصغيرة وهذا المنقاش وحتي حاط له جراب شفتها جراب وش حليل هذا المنقاش أز الله الله يقويك شكرا لك يا أبو خالد على هذه القصة اللي تفيدنا واشتمتعنا فيها أز الله الله يسأل لك والله أني يوم أجيبها أني يعني خجلان يوم أجيبها ما أود أني أنا أنا اللي حتي عن جدي واللي اللي حتي عن جدي وغير لكن لكن القصة فيها عبرة وفيها بطولة وفيها صبر على عيشت الحياة قبل وكيف كانوا الناس هذا كلام بالفترة اللي أنا أتكلم عنها مثل ما ذكرت لك من عام الاربعين 1340 إلين تطورت الأمور وصارت بالشكل يعني العزوة كانت السيارات وخلاص ما عاد الناس يروحون ولا يرحلون على البل صحيح الله يبك العافية ما قصرت يا أبو خالد يتمش على خير وأنت مثله خير موسيقى 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 موسيقى